هذا أول كورس عربي ومجاني متخصص بالذكاء الاصطناعي المقدم من شركة أبل وبهذا القسم من الكورس رح نتعلم ثلاث أشياء أساسية متواجدين بآخر تحديث بالآيو اس 18 ورح نتحدث عن تطبيق البلايجراوند والجين موجي وآخيرا مع الامج واند مباشرة للتفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو مباشرة رح ننتقل لهاتفنا الآيفون ونتحدث عن كل هاي الأمور والبداية رح تكون مع البلايجراوند نتوجه لتطبيق البلايجراوند وأنا رح أشغله الآن أمامكم وهاتفي باللغة العربية مباشرة رح يعطيني هذا التنبيه إنه غير متوفر بالفترة الحالية باللغة العربية لهيك رح أحول الهاتف للإنجليزي وبعدها نكرر طبعا أصدقائي عملت هاي الحركة لأنه كثير في الناس رح تكتب التعليقات شو أنت ما بتحكي غير لغة إنجليزية ومتعف غير إنجليزي لهيك أنا ورجيتكم كل شيء الهاتف باللغة العربية لكن للأسف هاي التطبيقات ما بتدعم اللغة العربية قادمة أكيد للغة العربية لكن الآن هذا الموجود ورح نتعلمه هيك لحالكم بترجمه وبتطبقه إن شاء الله والأمور بسيط بالتوجه للتطبيق رح يطلع معي مجموعة من الصور هذول خليهم نحكي عنهم بعدين نروح لإشارة الزائد مباشرة هون رح يطلع لك هاي الواجهة بداية أنا أصدقائي في عندك خيارين يأما ممكنك تختار صورة من صورك أنت الشخصية وهذا لأنه بتعامل مع الوجوه أو بتبلش تكتب له برومت اللي أنت بدك يا شي يعني برومت يعني تحدثنا عنها كثير واللي هي تعليمة أنت بدك يا وصف لشي رح أعمل للحالتين باللي بأول رح نروح لموضوع الوصف رح أكتب له هون على سبيل المثال بدي بهذا الشكل بسيط قطة تمشي على القمر صم شوفوا السرعة أصدقائي يعني مباشرة نحط لك قطة واقفة تصاميم للآن هي عبارة عن تصاميم كرتونية تمام؟ يعطيك عدة خيارات وكل ما زحت رح يظل ينشئ صور live مباشرة أمامك ويعطيك خيارات فيني أرجع على نفس هاي الصورة أضغط بهذا الشكل معطيني هون الخيار الأساسي اللي أنا صمت منه فيني أعدل عليه نفس البرومت بضغط هيك وبكتب شيء مثلا بدي إياه تمام؟ على سبيل المثال لابسة يعني أكرمكم الله حذاء كل هاي البساطة أصدقائي حط ليها حتى يعني واقفة لابسة حذاء يعني أعطاها الشكل للبني آدم أكثر الآن هذا خيار الأول خيار الثاني إذا ما بدي أكتب أنا أي شيء جاهزة في عندي تعليمات تحته اختصارات مثل مملاحظين في عندي هون مثلا هايكر love adventure إلى آخرين طيب شو يعني هدول؟ مثل برومت جاهزة أنا بدي أعصي مثال عم بيحتفل بعيد ميلاد مع كل شيء ينتكتبته نضيف له birthday هذا هي بس بضغط عليها شايفين أضافة بهذا الشكل يعني قمة بالسهولة مباشرة نحط لك احتفالات على سطح القمر يعني صارت في عنا قطة ولابسة حذاء وعم تحتفل بعيد ميلاد حصة القمر طيب شو نضيف عليها؟ طيب نعطيها الشيء إنه لابسة لبس فضائي يعني كونها هي على الفضاء مشان ما تموت يعني بدها أكسجين هاي لبسنا لكم إياها بهذا الشكل نزيد نعطيها مثلا تكون هيك شيء ملاكية رويل يعني نعطيها هذا اللبس بيصير فيه أوه يا سلام شايفين هذا هو الموضوع أصدقائي آفي عندي تحت إشارة زائد لو بضغط عليها بهذا الشكل رح يعطيني أنا الشيء اللي كنت أصممه بشكل الانيميشن أنا في عنا شيء اسمه إلستريشن وليه هو معروف رسم لو ضغط عليه رح تتحول الصورة لشيء أشبه بالرسم بتفقد واقعي والجمالي يا أنا برأيي لكن هذا نوع مختلف والسايل مختلف من الرسومات أنا بحب أفضل نظن على خلصنا صممنا هاي الصورة جهزناها بتحضر فيها بترسلها كستيكر بتستخدمها عندك مجال واسع لإستطلاعها ودقتها عالي done برس إن حافظت تمام الآن بدي أروح لشيء جديد خليني أضيف صورة شخصية إلي وعلى سبيل المثال حطيت هاي صورة جاهزة موجودة عندي مباشرة رح يحولها لشيء يعني كرتوني بهذا الشكل والآن نفس الشيء في عندي خياري يا أما بصير أكتب التعليمي والبرومت اللي بدي إياها أنا أو بضيف لها من أشياء جاهزة فمثلا هذا vampire مصاص دماء أغطى عليها يلا طيفين اتحولت مباشرة لمصاص دماء وحط لي خفافيش بدي أروح مثلا بالفضاء نفس العملية فأعطاني تصميم إلي موجود على الفضاء الخارجي بهذا الشكل يعني أنت فيك تضيفه طيب إحنا مصاصين دماء وعلى الفضاء وبنفس الوقت شو نعمل الدنيا مثلا صيف كيف رح يضيفها هاي خلينا نشوف ممكن يحطني على البحر البحر على الفضاء مثلا ما بعرف أنا حسيته أخذ وقت فيه لأنه فعلا موضوع يعني غريب آه يعني طيب وهاي بارتي حطينا له حفلة ممكن أن أقدر لك تخلطي الأوراق لحتى توصل لشيء اللي أنت شايفه مناسب إليك نوعا ما ماشي حالها فهذا هو أصدقائي البلاي جراوند وهيك من يكون إحنا خلصنا أول تطبيق بالنسبة للأمر الثاني أو التحديث الثاني واللي هو شيء اسمه جين موجي وهون مأخوذة من الإيموجي اللي احنا نعرفها لكن رح تكون أنت عم تعملها جينيريت يعني أنت عم بتولد هاي الإيموجي كيف توجه لأي تطبيق محادثات بدك يا أولا أي مكان في الكيبورد أنا رحت على الواتساب كونه أغلبنا استخدمها بالواتساب نروح على الإيموجي الموجود احترق الإيموجي اللي عندك أنت طبيعي لكن في عندك هون إشارة زائد رح تكون واضحة أمامكم شوي يعني صغيرة وعليها راس الإيموجي بضغط عليها مباشرة أحكي لك اكتب لي اللي بدك ياها طيب هلا هون الوصف ما رح يكون أكيد بالتفاصيل اللي ممكن تطلع لك الصورة هناك أنت بالنتيجة عم تعمل إيموجيز معروفين شو هنا إيموجيز أصدقائي فرح شوي أغير الطريق رح أكتب أنا سمايل فيس حكيت له بدي وجه سمايلي يكون عم بيأكل النتجاج وعم شرب كله مباشرة حط لي إياها بهذا الشكل لطيف الموضوع أصدقائي بضغط عليه خلص هذا اللي بدي إياه ارسله مباشرة فيك تحفظه ويصير عندك وجاهز بهذا الشكل ويعني تعبر لشيء معين لأصدقائك فحركة جميلة ولطيفة وإيقا أصدقائي ممكن ننتهينا من التحديث الثاني ونروح لآخر تحديث معنا آخر تحديث معنا أصدقائي واللي هو الامج واند واللي هو شيء موجود بداخل النوت أو الملاحظات بعد ما تحدث مباشرة بس دخلت عن الملاحظات وروحت لآخر شيء موضوع القلم رح يكون في عندك قلم جديد موجود بس تضغط عليه ببلش الشغل طيب هذا شو الفائدة منه هلأ معظمنا أصدقائي بيحب يعني إذا وصلوا شيء يقرأوا أكيد بيفضل يكون فيه رسومات أشياء تعبيرية أفضل ما يشوف يعني هيك صورة مطبوعة أو عفوا كتابة مطبوعة ومتروسة بدون أي شيء وهذا الشيء بيساعدك طبعا برجع بحكي لكم أصدقائي أنا قاعد بعطيك فكرة التشغيل أنت بإمكانك تروح يعني تبحر بالكرياتيفتي تبعتك بالأشياء الإبداعية اللي عندك فأنا عسبي المثال حطيت هنا ثلاث كلمات كاميرا كار مايكروفون شو رح يصير شو رح يتغير بضغط على هذا القلم عفوا أعطينا مصطر ضغط على القلم هذا وبروح بعمل سيركل بهذا الشكل دائرة تمام مباشرة رح يبلش يحل الأشياء المجدفة وأخذ المايك على سبيل المثال وعطاك صور للمايك كانك أنت تختار يعني في أسرع من هيك طريقة أصدقائي ما في طبعا أكيد فيك تعدل عليها فيك تعمل أي شيء بدك ياها فيك تكتب أنت الكلمة اللي بدك إياها أنا بدي مثلا كنت يصممها لا مش للمايك هون فقط بدي ذلك المايك سبورت كار على سبيل المثال يعني أعطاها شوي طابع رياضي خلي نجرب اللون نغير فيه نحطها ريد مثلا أحمر أوكي يعني شيء جيد طيب شوف لو حطيت له هون أمان مباشرة رحكي لك أنه ما بستطيع يصمم هذا الشيء وهيك خليل نختم بهذا الموضوع أصدقائي إذا كان الصناعي التوليدي الموجود بأبل كان شيء جميل التعامل معه الفقرة الأخيرة اللي هي شوي مخصصة بالصور لها يعني نوع من التوزيع بكل مكان فيه شيء يعني البلاي جراوند كانت هي عبارة عن تصميم بيعتمد بشكل رئيسي أصلا على صور الأشخاص فهو أول اقتراح بيقترح لك عليه أنه أعطيني صورة إليك خليني أحولها لصورة كرتونية وتبلش أن تتعدل عليها جين موجي هو بيعتمد بشكل كبير على الإيموجيز وأنك تطلع أشياء تبتكرها وتطلع أشياء حلوة وجميلة وما بنعرف بالمستقبل ممكن يصير أصلا تنضاف على الإيموجيز تدخل على اليوني كود العالمي الله أعلم أما بالنسبة للنوت فهي مختصة بالسكيتشز والرسومات التعبيرية وليست للأشخاص وما بيستطيع إصابهم أبدا بالأشخاص وهيك أصدقائي مكونوا احنا ختمنا هذا الفيديو وصلنا لنهايته لنتعرف على أحدث الأمور بذكال الصناعي التوليدي الموجود ضمن أبل إذا محتاجين لا جزء ثاني بيتحدث عن الفقرة الأولى من الذكال الصناعي اللي إجاء فيها التحديث الأول اللي هي بتحدث عن سيري عن شات جي بيتي وطريقة تفعيل شات جي بيتي داخل أجهزة الآيفون التحدث مع سيري يعني تصير سيري تعطيك معلومات من شات جي بيتي أكثر من ذلك كيف نكتب نصوص ونعالجها فاكتب لي بالتعليقات إنك مهتم شاركني رأيك بكل هذا وانشر الفيديو مع أصدقائك في حال طبعا شفتم مفيد وأكيد لا تنسان دائما الاشتراك بالقناة وكالعادة أصدقائي كما معكم عبيدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته